باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة ليبين ما يتعلق باللباس النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وأنواعه وألوانه ونحو ذلك مما يتعلق به وينبغي أن يعلم أن الأصل في اللباس الإباحة فإن للإنسان يلبس ما شاء من الثياب متجنباً ما جاء النهي عنه في الشريعة ولهذا صح عن نبينا أنه قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل ما شئته والبس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك أثنتان سرف أو مخيلة أي إلبس ما شئتها من الثياب لكن احذر من الإسراف واحذر أيضاً من المخيلة وهي الخيالاء وهي الكبر وجاءت السنة بذكر بعض المحاذير فيما يتعلق باللباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها منها الإسبال وهو أن ينزل ثوب الرجل أسفل كعبيه فقد جاء في هذا وعيد في أحاديث كثيرة ولهذا عده جماعة من أهل العلم في الكبائر ومما جاء فيه من الوعيد ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظروا إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وفي الباب أحاديث كثيرة فيها التحذير من الإسبال وبيان خطورته وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير وعن اتخاذ لباس الشهرة وهو أن يلبس الإنسان لباسا يتميز به بين أهل بلده ولهذا كان الأصل للإنسان أن يلبس مثل لباس أهل بلده مما ليس فيه مخالفة شرعية أما إذا وجدت المخالفة فإنه يجتنبها هذا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا والله كلنا كلنا في ذا الداية لأن دنبع عظيم وحنى يعني ترى متساهلين فيه بشكل ما بطبيع إيوالله